السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة يتسأل بعض الناس هل نؤديها دفع واحدة متتابعة ام يجوز ان نقسمها الجواب عند اهل العلم والشرع انه يجوز تفريق سيام ست ايام شوال والتتابع هو مستحب لكن ليس واجب من تابع ايام شوال كان افضل ولكن من قسمها وفرقها لظروفه الخاصة فالامر مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلقت سيام ست ايام شوال ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا وان مقال من سام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كالسيام الدهر هنا لم يذكر انها متتابعة او متفرقة بل تركها لحرية المكلفين المهم ان تصومها داخل شوال احيانا قد يبدأ لانسان الصيام ثم يتعب وينتظر الاسبوع الثاني او الثالث فيخر الشوال دون ان يستطيع ان يتم هذه الايام هل هو آتم اذا صار مثلا ثلاث من شوال او اربع من شوال او خمس من شوال ولم يتمم ستا هل هو آتم لا العلماء يقولون لا يلزم اتمام الست من شوال فمن استطاع الاتمام فذلك احسن فيه اجر وتواب عظيم ومن تعذر عليه فلا حرج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صامر وان شاء افطر لكن الانسان عليه ان لا يعجز ويحرص على ان يتم هذه الايام السؤال الذي يطرح غالبا عند النساء التي عندهن اعضار شرعية كالنساء التي اصحاب الحيض والحوامل والمرضعات والمرضى الذين يفترون في رمضان عندهم ديون رمضان ولم يقضوا بعد هل يبدأوا بقضاء رمضان اولا ثم بعد ذلك يصبح من شوال ام لا ام مدى الحكم الفقهي الاولى لمن عليه قضاء من رمضان ان يبدأ به يبدأ بالصيام الايام لا تعليف في رمضان هذا ابرأ لذمته لان الفرد هو مقدم على النافلة لكن في الغالب بعض الناس يقول ربما انا متعاب وعندي ايام طويلة في رمضان ولا استطيع ان اجمع بين شوال وقضاء الديون ماذا افعل العلماء عندهم قولان القول الاول يقول لك فضيلة صيام ست من شوال لا تحصل الا لمن قضى ما عليه من ايام رمضان التي افطر فيها لعذر نؤدي ما علينا من ديون اولا ثم نصوم النوافل واستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من سام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كالصيام الدهر قالوا هذا يتحقق وصف الصيام رمضان لمن اكمل العدة واللي بقي ماكملش العدة دياله المرأة الحائض اللي بقى عندها سبع ايام او عشر ايام او ثلث ايام والمرأة الحامل اللي ربما عندها الشهر بالكامل والملأة المرضع ايضا ربما الشهر بالكامل وبعض المرضى يقول لك لا حتى تكمل صيام رمضان اولا ثم تتبعه ستا من شوال هذا الرأي هو رأي مرجوح الرأي الراجح لذكره الفقهاء وهو يتماشى مع مقاصد الشريعة الاسلامية ويتميز باليسر ورفع الحرج ان فضيلة السيام ستا من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من ايام رمضان التي افطرها لعضرم لان من افطر اياما من رمضان لعضرم يصدق عليه انه صام رمضان فاذا صام الستا من شوال قبل القضاء حصل ما رتبه له النبي صلى الله عليه وسلم الاجر فالفضيلة هي ليست موقوفة على الفراغ من القضاء قبل الست لان الله تلا وسع في القضاء نسل عندهم ديون النساء الحيض والنساء الحوامل والنساء المرضعات والمرضى والمسافرين وغيرهم قالهم الله عز وجل فعدة من ايام اخر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقبل العدة فالتيسير هو الخاصية التي يمتاز بها رمضان وتمتاز بها كل شريعة الاسلام فصيام ست من شوال هي فضيلة تختص بشهر شوال وتفوت بفوته اما بالنسبة للقضاء ربي عز وجل خليك السنة بكملها تقضي الايام بالسنة بكمل عندك عشرة اشهر او احدى عشرة شهرا كلها تقضي فيها ما عليك من قضاء رمضان فعدة من ايام اخر نريد ان ننبع اليه ايه الاحباب الكرام ان الطاعات ليس لها موسم معين ليس معنى هذا انه اذا انقضى الموسم دل رمضان عاد الانسان الى حالة من الحرية ولم يتبرأ من المعاصي بالأكس المسلم عليه دوما يسير في الطاعات في كل اوقاته فرمضان هو مقدمة للشحن ثم نبقى هكذا في العبادة والطاعات شوال ايها الاحباب الكرام هو شهر مبارك وشهر كريم وفيها صيام ست اي شوال وفيه ايضا واحد خاصية جميل جدا اعتدى عليها المسلمون منذ زمان والمغاربة ايضا مادم متشبتين بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون بها بالاضافة الى سنة سيام عندنا واحد سنة اخرى طيبة مباركة تقع في شوال ما هي وهي ان الخطبة من اجل الزواج تتم في الغانب في شهر شوال وعقد القران يتم في شهر شوال وحتى احيانا البناء والزواج كله يتم في شوال هذا الشهر مبارك لذا نلاحظ بان هذه الايام نلاحظوا بعد الاسبوع الاول من شوال الاسبوع الثاني مباشرة نلاحظوا واحد الحركة دعوبة جدا في مغربنا العزيز وفي الوطن العربي برمته بل وفي العالم الاسلامي وعند الاسر الملتزمة الاسر الاوسط المتدينة تجدوا بانها تجعل الخطبة للزواج وعقد القران يتم في شوال لانه مبارك ولان السل النبوي ان تقوم هنا فقد جاء في الصحيحين عن امنا عائشة رضي الله عنه قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فاي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احضى عنده مني يعني كتقول لهم بان النبي الكريم لما تزوج امنا عائشة تزوج بها في شوال اخطبها وكتب بها عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال دخل بها في شوال فكتسأل اي نساء رسول الله كان احضى عنده مني كانت محضودة جدا وكانت محبوبة جدا وتقول ومن الاسباب انها تزوجت في شهر مبارك هو شهر شوال حتى تقول انه لما سئل من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة قالوا ومن الرجال قال ابوها فكان يحبها جدا قالت لانه بنا بي في شوال ولهذا كانت ام المؤمنة عائشة رضي الله عنها الفقيهة المحدثة كانت تستحب ان تدخل النساء في شوال تقع الدخلة والخطبة والعقرد القرن والدخلة والبناء يقع في شوال فنبارك لكل العرسان في هذا الشهر الفضيل شهر شوال بعد الاتمان و الست ايام من الصيام غاتبت ان شاء الله في مغرب العزيز اعداد كبيرة جدا جدا من من الخطبة والبناء وعقود القرن اسأل الله تعالى ان يديم على الجميع الافراح ان يديم على الجميع المصرات ان يديم على الجميع الصحة والعافية وتمام الايمان ايها الاحباب الكرام لن اطيل عليكم اذكركم بارقامنا الهاتفية لمن اراد ان يتواصل معنا ارقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 او 61 او 62 او الرقم الغاتفي 05-22-46-72-50 او 51 او 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة